تعاون اقتصادي واستعراض واقع التعاون في مجال الاستثمارات بين الجزائر وأمريكا هذا أهم ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جمعت وزير المالية عبد الرحمن رويا وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ديسروتشر في خطوة جديدة ونقلة نوعية الجزائر الجديدة تتبنى سياسة جديدة وتتجه نحو مسح آثار بما كان يعرف بالشريك التقليدي في مجال الاستثمار والتوجه نحو تنويع شركاء التجاريين والاقتصاديين رويا ركز في مكالمته على أهم مقاومات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية من أجل تحقيق توازن وديمومة الإطار الاقتصادي الكلية الشامل سيما بالنظر للعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني مقدما أهم بنود مشروع قانون المالية التكملي لسنة 2020 كما تبادل الطرفان بهذه المناسبة وجهات النظر حول أهم ورشة الإصلاح المرتقبة سيما فيما تعلق بالميزانية والتنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار وتطرق المسؤولان بشأن إطلاق نشاطات جديدة للدعم التقنية ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارتي مالية البلدين السفير الأمريكي أكد في حوار عبر سكايب مع قناة الشروق استعداد سلطات بلده في توسيع نشاطات التعاون مع وزارة المالية مؤكداً اهتمام أمريكا بالشراكة مع الجزائر الجديدة في مجال الاستثمار وأن كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة أوضحوا اهتمامهم بالجزائر الجديدة والبحث عن شراكات معها دعينا هناك الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة بالجزائر الجديدة والاستثمار أرى أنهما موضوعان منفصلاً ولكن حتى خلال هذه الفترة أجريت عدداً من المكالمات والمحادثات مع كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة الذين أوضحوا اهتمامهم بالجزائر الجديدة وفي إيجاد شراكات في الاقتصاد الجزائري الجديد ونأمل أن نتمكن من وضع هذا الوباء خلفنا في أقرب وقت ممكن لأن هناك الكثير من رجال الأعمال الأمريكيين الذين يتقون إلى المجيئ إلى هنا فرنسا وبعد مرور أكثر من خمس عقود على الاستقلال ظلت الشريكة التقليدية الأول ودون منافس للجزائر ودفعت بالوعظ إلى القول بأن الجزائر وإن استقلت سياسياً إلا أنها ظلت تعاني من التبعية الاقتصادية لهذا الشريك فهل ستفتح الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية باب الاستثمار للدول الأجنبية الأخرى؟ ترجمة نانسي قنقر